السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي تطبيق موجود داخل Canva اسمه Frame Maker ده تشاهد جدا بالاستخدام وبيعمل اشكال حلوة قوي زي ما اشوف مع بعض طيب اول ما تبدأ تدخل في ال Apps تمام هتقول له اعمل Search على Frame Maker وقاله Start هقولك عايز تدفع على الخاصية دي عايز تدفع على حاجة موجودة عندك يعني تصميم انت عامله او New Design او لو انت عندك تصميم جاهز كنت شعال عليها بكده ممكن ان انت استخدمه انا اخترت مثلا المقاس دوت وابدأ اختار الشكل اللي انا عايزه مثلا هو بيديني شكل مسلس لكن ده تدفع اشكال كتيرة مختلفة بطريقة سهل جدا زي ما نشوف مع بعض دلوقتي طيب لو انت عندك تصميم جاهز افتح تصميم جاهز وادخل على Apps وعمل Search على Frame Maker ودفع عندك يعني هتجي هنا Apps وتعمل Search على Frame Maker ويبدأ ان انت تضغط عليه زي ما تضغط على احد من دول يبدأ ان هو ايه يشغل معاك ويضاف لي الصور بتاحتك هو الخاصية تحته زريفة طيب خلينا نقوله Frame Maker هو بيبدأ الاول بشكل مسلس عالي لكن انا اقدر اجي يدوس هنا اضيف نقطة ثانية او ثالثة او رابعة في اي بكر ما اعيزه مثلا هو Double Click يبدأ ان هو يضيف طيب لو ضيفتها في النص هيبدأ ان هو يسحبها بشكل قد فتقدر تختار التصميم انت عاستو فيه عندك اشكال كتير كهزة زي كده تقدر تختارها لو انت حابب طيب لو فيه نقطة مضايقك او عايز تشله هتقول له وتختار مثلا النقطة دي و النقطة دي فبدأ اعمل لي الشكل ده طيب هو ده اللي عاجبك هتقول له Done و هتقول له Add to Design عمل هولي بالشكل دوت فتقول اللي علي ان انا بس اروح مختار صورة واسحبها للشكل دوت يعسش اهي فبدل ما اجيب للصورة كاملة هو بيبدأ اطراحها بالشكل دوت ممكن اعمل Double Clickت للصورة وخلي صورة كاملة وصورة متروح منها او معمولها Frame وغير في دي قديها ألوان خفيفة وغير في دي قديها ألوان تقيلة فبتعمل تبان شكله جميل فممكن تضيف كزا صورة وبعض باستخدام الخضاء بتاعت الفريم ميكر هتعمل حاجة شكلها حلو اختار بقى الشكل انت عايزه كاملة دوبور كليك فبدأ يضيف لي ايه أنه قد انه قد انه بل شكل دوت لو انت عاكم تده هتقول وقت لدي زين وبعد كده اختار من اي صورة انا هايزها فبدأ اعملي الصور بالشكل دوت إذا كنت أريد أن تقوم بعمل روتيت هنا الجريد إذا كنت أريد أن تقوم بعمل سناب وإذا كنت أكبر المسافات بينهم إذا كنت أريد أن تقوم بعمل سناب وإذا كنت أريد أن تقوم بعمل بأشكال مختلفة وإذا كنت أريد أن تقوم بعمل بأشكال مختلفة قمت بعمل وبعد ذلك تسحب أي صورة من الصورة من أي مكان يبدأ يغيرونك بالشكل